السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ازيكم وحشون عاملين اي يا رب تكونوا بخير معكم اخكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام موضوع فيديو النهاردة حضرتكم معنا وعارفين ان احنا بعنا الحمام اللي في السلكات ده كله الحمد لله سلمنا جزء كبير جدا باقي تقريبا مش باقي غير الحمام اللي هنسلمه في الصعيد بازن الله هنبدأ ان نعمر السلكات من الشباب اللي هو في الارض ده الموضوع ان فيه سيدة كانت بتكلمني من البداية هجيلك من البداية اوت كانت بتكلمني من حوالي خمس شهور يعني من شهر خمسة بداية شهر خمسة كده المشكلة في ايه هي مش مشكلة ولا حاجة الحمد لله اتحلت بس هقولك على حاجة ممكن تحصل معاك لو انت بتبيع حمام خاصة الحمام اللاحم او لو انت بتشتري من حد حمام لحم الموضوع ان انا سلمت للسيدة دي طبعا مع الحمام ده كله من اول الناس اللي سلمتها لان هي من زمان بتستناني انا سلمتها الجوزين الاص اللي انت هتشوفه دلوقتي ده الاص رقم خمسة ده الاص رقم خمسة ده الدكر اللي بالعلامة الحمرة ده وده النتاية اللي بالعلامة الزرقة دي طبعا مع لهمش حصى لكن انا مجربهم مجربهم ازاي الدكر كان اخذ نتاية تانية والنتاية دي كانت اخذ دكر تانية عجبني شغلهم فقول تجوزهم على بعضي لان حجمهم حلو دول هيكونوا ربعمائة جنيه انا مجربهم طبعا دي النتاية دي كانت اللي في راسها الزرقة دي شوف حجمها اكبر من الدكر ما شاء الله كانت اخذ دكر رومي ومعها زغليل هوريك زغليلها ده الزغلول ده اللي فيه الحتة البن ده ده ابو رومي اهو والزغلول التاني اللي جوه ده اهو باين اهو وايوة راحوا الزغلولين مع بعضهم بسم الله ما شاء الله حجمهم يعني تهجينة الرومي على اللحم دكر رومي وانتاية لحم حجمها محترم بيطلعوا زغليل محترمة بس انا طبعا انا كنت عايزة اسيبهم اكل من ولادهم لكن اه عشان الطلب اه مني لحم كتير اه فخدت النتاية جوزتها للدكر ده يعني عشان تكون عارف ايه الحكاية يعني والدكر برضو مجرب على انتاية لحم بس انا حبيت ان هما اطقامهم يعني الجزء مقليئين على بعض والقص الثاني القص 13 اهو يا جماعة تحته تبيضة هوت مخصب ان شاء الله ده من القصوص المحترمة شايف ان شاء الله الحجم الشكل كل شيء في مواصفات الحمام اللح ده برضو ربعمية وخمسين يا جماعة اهو حاجة من القصوص اللي تحبها اسلمتها الحمام وهي كلمتني بعد يومين قالتلي الحمام باض يا عم مصطفى اه فيهم قص من الاتنين يعني باض طبعا هو باض لانه هو كان محضر البضع عندي فلولا كده مش هيبيض عنده دلوقتي الحمام بعد اسباين اسألني عليه الحمام باض او الحمام مباضش لكن مش دي المشكلة الحمام باض ده حاجة كويس الحمد لله لكن المشكلة زي ما هتشوف دلوقتي في الفيديو اللي هي بعتهولي الحمام مش بيقف في السلاكة ساكت تمام طيب الحمام ليه مش بيقف في السلاكة دي حاجة يعني معرفش يا سألت حد قال لها الحمام ده ممكن يكون عنده روشة او هي قالتلي الكلمة دي هي قالتلي الحمام عنده روشة وانا كان هيجي لنا روشة او هيجي لنا جلطة يعني ربنا يكفيكم ويعافيكم يا رب ليه طبعا حضراتكم عارفين ان انا محصن تحسين الجدري ومحصن تحسين السلمونيلا ومحصن تحسين الروشة يعني عملنا كل اللي علينا اللي محدش بيعمله مع الحمام عملنا مع الحمام لما هي تاخد قص ويبيض عندها يعني بيبيض بعدها بعد يومين ثلاثة تمام قوي 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 والحمد الله على كده طبعا انا سألتها الحمام مش متعود عليكم انتو بتزاجوا الحمام بتدخلوا على الحمام كتير منورين نور عالي او مع الليين راديو قالت انها فتحة على القرآن قلت مش مشكلة فتحة على القرآن بس ما تخليش الصوت عالي برضو حاجة تانية ان الحمام بيخاف منكم لسه مش متعود عليكم يعني انا بالنسبالي لما حد بيطلع يأكد الحمام غيري الحمام بيخاف طبعا هي قالت ان مفيش حاجات من دي خالص ورجعنا الحاجات دي كلها مع بعض قلت لها في حاجة الحمام ده نقص حاجة الحمام لما يكون نقص حاجة بيجري ويخربط في السلقة زي ما هي وريتني كده الحمام عمال رايح جاه شوف الحمام واقف هاد ازاي تعرف ان هو خلاص كده اكل وشرب ومعادش نقص حاجة لكن الحمام لو انت شايفه قاعد يجري زي عندها كده عمال يجري ويخبط في السلقة يعرف ان الحمام نقص حاجة وده ربنا الهامني له ان انا كنت عامل فيديو من فترة وقلت بانوان الحمام بيخربط في السلكة اسيب لك صوت الفيديو دلوقتي واسيب لك رابط الفيديو في وصف الفيديو ان شاء الله الحمام نقصه حاجة الحمام محتاج حاجة يعني ايه محتاج حاجة الحمام يا اما بيخبط كده بيقول لك الحمام بيقول لك الحمام بيكلم صاحبه بيقول لك انت انسيت المية لو انت انسيت المية هيخربط لك كده لو انت الحمام عايز تحديق نقصه تحديق هيخربط لك كده الحمام الكلفة مش عجباء وده اللي انا قلته لها فعلا وطلق كلامي في محله الحمام الكلفة مش عجباء ازاي قلت لها تب ما تجربي كده تحطي الحمام شوية فول زي ما انا كنت عملت في الفيديو القديم حطي الحمام شوية فول طبعا هي قالتلي طبعا هنزل اشتري الفول بعد ما نزلت اشترت الفول وحطت شوية فول طلقت قالتلي يا عم مصطفى ان كنت حطى الكلفة فيها فول كبير الحبات كبيرة الحمام مش عارف يأكلها فعلا اشترت له الفول الحبة الزغيرة فول الحمام الحمام كله نزل عليه ما بيأكلش غير الفول بس بعدها صورتلي الحمام زي ما انت حضرتك هتشوف كده الفيديو اللي هو هتشوفه ده الحمام هدي الحمام واقف يأكل فول الحمام واقف عادي خالص جدا مش الحمام مروش زي ما هي بتقول لي طبعا انا بقولي الكلام ده ليه لان اي واحد فيكم ممكن يتعرض ده الموقف ده كله الحمام مروش ممكن تسأل حد من عنتة يكون قليل الخبرة يقول لها لا ده الحمام مش طبيعي الحمام مروش الحمام نقصوا حاجة بس لازم تفهم الحمام الحمد لله جات سليمة وربنا يهدي الجميع ويريت قبل ما تسأل عنتة او تسأل اي حد اسأل اللي بيقالك الحمام هو ممكن يكون قضرة هو بيأكل الحمام ايه شوف الحمام متعود عنده علي ايه لازم تأكل زي ما هو كان بيأكل الحمام يعني انا امعاودو ان انا بأكله الفول الفول في بروتين يعني ممكن قالت لي سؤال قالت لي طبيعامو مصطفى ما الحمام لو كان فول كتير هيسمن ومش هيبيض قلتيلها لا هو مش هيسمن وهيبيض بالعكس لما يكون الفول هيبيض اكتر وهيبيض احسن لان الفول فيه بروتين هيخلي الحمام يبيض احسن وبعدين لو انت حطها فول كتير هو هياخد كفايته وهيسيب البيء و احسن طريقة احسن طريقة جمع الناس اللي ما بتعرفش احتياج الحمام هتحط له بزيادة من كل الاصناف وهو هيختار اللي هو عاوزه لو انت مش عارف يعني او الكلفة اللي انت شريها مش كويسة هو هينقي منها اللي هو محتاجه وهيسيب البيئة بعد كده تقشط البيئة على طول فانا طبعا عرفتهم تأكلوا الحمام ازاي هي طبعا عندها جوز زاجل الجوز اللي فوق ده قالتلي الجوز اللي فوق ده هادي ما بيعملش زيهم طبعا هو الجوز الزاجل ده تعود على الاكل اللي هي بتقدمه له من زمان ورد بالامر الواقع وخلاص مفيش اللي كده لكن الحمام اللي هي لسه اخدامي عندي لسه متعود انه بيأكل فول بقدم له فول هو قال فول غالي شوية لكن لازم اعمل كده واكله من الغالي علشان يبيض ويطلع زغليل ويكون زغليل كويسة فهي قرنت المقرنة مع الاصل الزاجل اللي فوق ولو هي سألت على النت تقول بعض الناس يقولولها ان الحمام ده عنده روشة لانه بيتحرك كتير هي السيدة ديت اخت عزيزة لكن طبعا انت عارف الشك الناس اللي بتخاف تشتري حاجة من عندي او بالاخص الحمام او هما بيخافهم من تجار الحمام وانا قلت يا جماعة كتير اوي انا مشتاجر حمام اه كمان هي في البداية اللي نستيت اقولك ان هي من حوالي خمس شهور ان هي كانت عايزة تشتري قص حمام وان خفها طلبت مني صورة بطاقة فانا حسيت مني الحكاية صورة البطاقة مش مش مشكلة ان اعطاها لها لكن انا حسيت انها مفيش ثقة ان هي غير واثقة تماما وانها خايفة انها تحول فلوس لحد على فكرة يا جماعة اللي يجي يستلم الحمام بنفسه بيكون اسهل للبيع وارحم بكتير من كل الحاجات دي اه طبعا اه لما هي طلبت صورة البطاقة ان انا حاولت ان انا اخرها شوية علشان انها تكون واثقة فبتقولي طيب مالا انا اضمن حق ازاي قلت لها اشتري من اللي تسك في موانتي لو مش واثقة فيا ان انا هعطيك الحمام او ان انا هشحن لك الحمام برضو ممكن تخافي ان انا مشحن لكش حمام كويس المانية يعني ان انا واحد ياخد الفلوس وهيعطيك حاجة مش كويسة اه بس كده ارجو يكون انه فيديو طريف وتكون حكاية ممتعة ويا ربي الفيديو ينال اعجابكم ويلا اعجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسا مشتركتش وفعل زر الجبارة علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته